موسيقى المحطة اليوم 31 مارس هي تتويج لواحد المصار الذي دام زهاء خمس سنين قمنا فيه بواحد مجموعة ديال الخطوات ومجموعة النضالات لمصلحة الشغيل التعليمية والمصلحة المدرسة العمومية الان جاءت المحطة باش نديروا تقييم نديروا تشخيص الواقع النقابي في الجهة ونديروا تقييم الشي اللي قام به المكتب الجهوي من بعد ما اجددنا المكاتب ديال الفروع في الجهة والمكاتب الاقليمية كلها وصلنا الان المحطة اللي خصنا نجده فيها الهياكل ديال الجهة الهياكل ديال الجهة اللي غادي الدم الدخ دماء جديدة في المكتب الجهوي من اجل الدفاع على المدرسة العمومية بالدرجة اللولى على كرامة النساء ورجال التعليم الدفاع على المنظومة التربوية باش يمكن نحقق اننا نكون ساهمنا في خلق رجل الغد لان من خلال قطاع ديال التعليم كنخلقو رجال الغد هذا هدفنا الاساسي اما الهدف من هذا اللقاء ديالي هو فقط تجديد الهياكل وتقييم المسار اللي بدأ في سبع يناير 2017 واللي كنتهي اليوم 31 مارس 2022 بالنسبة لنا كنا نعتبر على انه حققنا واحد المجموعة هذه الانجازات خلال هذه المرحلة السابقة دليلنا في ذلك النتائج لحصلنا في الليجانة التونائية فبالنسبة لنا على مستوى جهة ضرر البدستات للنقابة الوطنية للتعليم المنظوية تلواء كنفدرالية الديمقراطية للشغل كتبوا للمكانة الأولى نحن اللولين على مستوى الجهة بالنسبة لليجانة التونائية هذا كيعني ان نساء ورجال التعليم من حون اتقديا لهم وكيعني اننا احنا فعلا كنا كنشتغلوه من اجل مصلحة المدرسة العمومية والدفاع على مصالح نساء ورجال التعليم فعلا على مستوى المدرسة العمومية ككل كين واحد المصار اللي كي هدف من خلاله المسؤولين على القطاع على تبخيص العمل ديال الأستاذ على تفويت او تسليع بالضبط تسليع لمهنة التدريس كذلك ادخال هاشاشة المدرسة العمومية من خلال توضيف ديال المباشر ديال الأساتد الذين فرد عليهم التعاقد بدون تكوين اللي هو يضمن لهم انهم يمارسوا هذه المهنة لان مهنة التعليم ليست ككل المهن المهنة ديال التعليم والمهنة ديال الطب ممكنش تجي تحط فيها اي انكان فهذه المهنة خصها يكون فيها انسان اللي فعلا كونتيه لان هو اللي غدي يجي يغده ويقول لك أجيال اللي هي غدا تقود هاد البلاد احنا من باب غيرتنا على المغرب المغرب كيبقى وطننا كيبقى بلادنا كاملين من الباب الغيرة على هدا خصنا مدرسة عمومية جيدة فيها تعليم جيد فيها تعليم مجاني فيها تكافؤ الفعص هدا هو اللي هدا هو اللي تقييم ديالنا للمدرسة العمومية الان كين واحد المجموعة ديال العواميل الدخلت كلها العامل الاول هو انه السياسة اللي كتنهجها الدولة المغربية كلها كتصب فاننا نبخصو قيمة الاستاد ما بقاش الاستاد عندو ديك القيمة اللي كانت عندو كان الاستاد فو حلوقت اهم من الاسرة كيجي الدور دياله هو الاول الاسرة كتجي من بعدو لان ما زال كنتذكر وانا من الجيل اللي عاصر هاد المرحلة كان مازال كنتذكر كان الاب او الام كتجي عندك كتقول لك هدا راه ولدك انت قتله وانا ندفنه الان تغييرات واحد المجموعة ديال الامور هدا هدا جانب الجانب التاني انه حتى على مستوى القيم وصلنا ماشي ماشي ما بقاش الانسان غير في التعليم ما تلقاش يحترم الاستاد لا حتى ما بقاش يحترم حتى الاب دياله ما بقاش يحترم حتى الام دياله هاد الشي المرض دياله هو الفقر هو الجهل هو عدم تكافؤ الفرص هو السياسات اللي كتنهج هاد دولة اللي ما كتصبش في دولة اجتماعية ما كتصبش في دولة انها تهيئ لنا مواطن اللي خص يكون في مستوى انه يقود هاد البلد ماشي في تلاميذ ماشي في الاستاد دور احنا كوننا كنتحملها هاد المسؤولية ها كنا كنتحمل الاثر كنتحمل الامسؤولية المدرسة كنتحمل المسؤولية ولكن هاد الشي كله جاي من خلال السياسات ديال الدولة اللي ما كتصبش في اعطاء الاهمية للمدرسة عمومية اعطاء الاهمية للاستاد بقيمته اللي كانت قبل قبل كانوا عندنا اساتي دا من اللي كان شوف الأستاد دايز غير في الشارع كيخسني من بنش لي أنني أنا كين في الشارع في حين أنا داب الأستاد يمكنني نزم حدايا وشوفني ندير سلوك اللي هو كيف ما بغي يكون ما عندو في ما عندو في الأستاد غارت احنا الآن في افتتاح مؤتمر جيهوي لأننا قبل وطنيت المسيداتي على صعيد جهة ديال الضرب داستات كيب ما شفتوا كين حضور يذن مشكل قوي ديال المؤتمرين وكيبان المؤشرات ديال النجاح ديال هاد المحطة التنظيمية هاد المحطة التنظيمية اللي ما غيبش عنه بأنها تنعقد في واحدة السياق اللي فيه العديد من تدخلات فيه كين سياق عالمي هاد الحروب اللي كيناء الاثر ديال على الشعوب المنطقة كذلك المغربية والعربية والإفريقية والغياب ديال الديمقراطية في المجتمعات ديال هاد المنطقة هدي حيث ما زالت الشعوب تتلمس طريقها نحو الديمقراطية وكان نوع عدم استقرار بشكل عام بالإضافة لهذا على السياق المصول الوطني نحن نخرج من الجائحة الصحية وتخلنا الجائحة الجائحة الغلاء الأسعار وحد العدد الجائحة الجفاف وحد العدد الجوائح لخلت أنه فعلا الوضع في بلدنا منظر بعدم استقرار في أي لحظة وهذا شيء يتهدد أي فاعل يتهدد المجتمع دينا فهذا السياق هذا كذلك كان سياق تعليمي اللي فيه المدرسة العمومية تعاني الكثير والكثير جدا بسبب أنه الدولة كانت رفع يدها وما زالت رفع يدها على المدرسة العمومية والتعليم العمومي وهذا موضوع دي الصراع بيننا وبين الوزراء والدولة فهذا المراحل كلها لدزت منذ 56 اليوم كذلك كان هذا المؤتمر دينا الجهوي كان عقد في وحد السياق اللي فيه التراكم دي العديد من الملفات دي الشغلة التعليمية بحيث الغياب دي الحوار والغياب دي التواصل في المراحل السابقة ربما أكد أقول لعقود من الزمن خلأ أن الملفات تراكمات نحن كان عقابة وطنية التعليم سيدتي حصين ما يزيد على 26 ملف بعض الملفات درت فيها معالجة جزئية وهي ملفات قليلة ولكن أغلب الملفات ما زالت مطروحة على الطاولة وهذا هو لكي في سر الاحتقان المتواصل اللي كان في الساحة وعلى رأس هذه الملفات اللي يلف مثلا دي التعاقد الملف دي التعاقد لريهان بنسبة لينا كل رهان وأنه يدار الحل في إطار نظام أساسي واحد ولكن نظام أساسي في إطار الوظيفة العمومية نظام أساسي ليشمل جميع الأساتدة في إطار الوظيفة العمومية وليس خارج الوظيفة العمومية نحن مازلنا نراهن إذن المنظمة دي التعليم في بلادنا تعانين الأمرين بسبب هذه المشاكل المتراكمة العديد من المشاكل ميزة لـ 26 ملف تعالجت بعض الملفات لكن كثير من الملفات ما زالت مطروحة وعلى رأسا كما قلت الملف دي التعاقد هذا الملف هذا الشائك اللي كيشمل حوالي 40% دي النساء أرجل التعليم المعالجة دي له كما سنقول إحنا كان عقابة هي أنه يتدمجه في إطار الوظيفة العمومية ولا شيء غير ذلك إذا أريد لهذا الملف أن يعالج معالجة جدرية دون ذلك سيستمر الوضع دي العدم استقرار والوضع دي الهضر دي الزمن المدرسي دي التلاميذ المغربة وأساسا تلاميذ المدرسة العمومية مع الأسف شديد هم اللي كي أدوا الثمن فإذن مازال الرهان كل الرهان على أنه القوأذان صغية اللي يمكن تجلس معنا الطاولة وتواصل معنا الجلوس الطاولة لمعالجة كل ملفة دي الشغيلة وكنا أمل في الإمكانية دينا وقدرة دينا وإلا 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 رغب قلحل دائما هو العودة إلى الشارع اشتركوا في القناة